الاتحاد الدولي لكرة القدم أو فيفا والذي يخضع أعضاء في مجلسه التنفيذي لتحقيق بقضايا فساد هو أكبر الاتحادات الرياضية العالمية الأكثر تأثيراً والأكثر تحقيقاً للأرباح المالية والسبب هو الإقبال الكبير لمئات الملايين من الناس على استهلاك ما يتعلق بمباريات كرة القدم منذ وصول الرئيس الحالي للفيفا السويسري جازف بلاتر للرئاسة والذي أعيد انتخابه يوم الجمعة الماضي لولاية خامسة تحول الفيفا إلى إمبراطورية مالية حيث بات كل شيء يشرف عليه الفيفا قابلاً لتحقيق الإيرادات من حقوق النقل التلفزيوني والرعاية التجارية وعائدات تنظيم الفعاليات مثل بطولة كأس العالم بين عامي 2011 و2014 حققت الفيفا إيرادات مالية غير مسبوقة بلغت خمسة مليارات وسبعمائة مليون دولار الجزء الأكبر من هذه العوائد يأتي من حقوق النقل التلفزيوني للفعاليات التي تشرف عليها الفيفا مثل تصفيات ونهائيات كأس العالم لكرة القدم حيث بلغت إيرادات حقوق النقل التلفزيوني خلال هذه الفترة نحو ملياري وخمسمائة مليون دولار ثاني أكبر مصدر لإيرادات الفيفا هو الحقوق التجارية التي بلغت مليار وخمسمائة وثمانين مليون دولار بين العام 2011 و2014 كما ذكرنا هذه الحقوق تأتي من التسويق ومن استغلال اسم الفيفا في الأنشطة التجارية للشركات نذكر هنا أن الفيفا استطاعت في الأعوام الماضية تسويق علامتها التجارية من خلال عقود رعاية أو شراكة مع كبرى الشركات ومثل عملاق الإلكترونيات الياباني السوني وشركة فيزا لحلول بطاقات الاعتمال وطيران الإمارات وشركة هيونداي للسيارات وكوكاكولا وغيرها بين 2011 و2014 أنفق الفيفا نحو 5 مليارات وثلاثمائة وثمانين مليون دولار منها مليارين وثمانمائة وعشرة ملايين دولار على الفعاليات التي ينظمها وعلى مكافأة المنتخبات والنوادي والإنتاج التلفزيوني المرتبط بتلك الفعاليات الفيفا هو أكبر الاتحادات الرياضية في العالم أيضا من حيث الاختياطي النقدي فقد ارتفع هذا الاحتياطي خلال العام 2014 ليبلغ مليار وخمسمائة وعشرين مليون دولار إذن الفيفا إمبراطورية مالية تمتد مصالحها على كافة القارات فهل ستستمر إراداتها المرتفعة بعد تهديد الرعاة بالانسحاب جراء تحقيقات الفساد الأخيرة؟